اه اه تمام اصلا ما شفت حدا غير كنو بيكره انو يصير غني هاركا لو سمحتي اهدي شوي لا ما رح اهدأ امي ما رح اهدأ قبل ما كسر راسا لها البنت الغبية هاركا لو سمحتي لهيك اتصلت معك سوزان خانو ممبين انو هاركا رح تهدأ بنوب لا ما رح اهدأ ابدا قبل ما كسر لها راسا بنتي هون مدرسة بنحكي بالبيت اذا حبيتوا انا رح اترككم لحالكم شوي بتحكوا على انفراد انا قدام الباب شكرا حضرة المدير شو هادي اللي عم تساوي شو حكوا معك لحتى صار فيكي هيك قالوا انو عمر اخي قالوا انو هذا الولد الفقير بيكون اخي يعني هانوني وهنا نعم يطلعوا بيوشي يا امي ما رح اسمع هالشي مرة تانية ما رح اسمع نقليني من هاي المدرسة او حتى على العوب او رح تصير مشاكل كتير انا عم حذركم هاركا حضرة المدير لا تواخذني رجاء متل ما بتعرف نحنا عم نعيش فترة كتير صعبة وانا قاسفة عشية اللي صاربت منها تتفهم حضرتك لا عفو سوزان خانم انا مقدر وضعكم كتير منيح للاسف كل ياتنا شفنا هالشي بالمهرجان ولهالسبب انا رح اتجاهلي اللي عملته هاركا اليوم بس اذا ضلت عم تتصرف هيك مع الاسف ما رح اقدر يتجاهله لا تقلق ابدا انا رح لاقي حل باسرع وقت لازم ينتهي هالموضوع سوزان خانم ما في داعي تهربي مني رجاء لا تخافي لا ومهيك ابدا انا ما عم اهرو ليكي انا اصلا كان عندي ابو ام ما في داعي تقلقي ابنه اليوم اللي تركتيني فيه قدام باب الجامع متل كيس الزبالي وقتا قطعت كل الصلة اللي بتربطني فيكي خليكي مرتاحة بتعرفي شو يمكن احسن شي عملتي بكل حياتك انك تركتيني فيه قدام باب الجامع